دهتا يا فندم عايزين نعرف ونتطمن من حضرتك عن سير الانتخابات لليوم الثاني على التوالي هنا داخل المحافظة وبحمد الله اليوم الثاني في ذات الانتخابات حقيقة كل جهات الدولة متشاركة في نجاح العرس الانتخابي وزارة الصحة رشوا تعقيم للمقارات قبل وبعد وزارة التعليم اللي فيها أغلب المقارات وبعد الوزارات الأخرى في المدريات عندنا عدد من المقار تصل إلى 585 لجنة على مستوى مراكز المحافظة بالكامل الحقيقة من الصباح الباكر لكل متواجد خدمات التأمين مدرية أمن كافر الشيخ قيادة المنطقة الشمالية العسكرية الحكم المحلي كل اللي جان والمراكز الانتخاب تم التأكد من جهازيتها قبل بدء الانتخابات الخدمات مستقرة من 6 صباحاً المقار من الخارج فيه أماكن مظللة للناخبين المسارات آمنة حرم آمن ثم مسارات خاصة بزوء الاحتاجات الخاصة وكبار السن فيه كراسي مجهزة لنقلهم إلى داخل اللجان مدرية الشباب الرياضة مجهزة عدد من الشباب مع منظمات المجتمع المدني للمساعدة في كبار السن الداخل وخارج اللجان في أماكن انتظار السادق قضاء المشرفين متواجدين منذ ما قبل بدء العمل الإشراف الكامل القضاء الكامل المواطن ذاته تم توعيته على مدار الإسبوعين أن يؤدي الاستحقاق الانتخاب الخاص به أن يشكل مجلس الشيوخ بناخبين يتم اختيارهم يشكلوا الوجه الحضاري للدولة المصرية اللي الدولة كلها بتسعاله الساد رئيس الجمهورية وبالرغم من الإجراءات الصحية عالمياً غير في مصر إلا أنه بيتم تأدية الاستحقاق الانتخابي ما يعبر عن حضارة الدولة المصرية